اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات ايحة النهاردة هنتكلم عن طقوس الدينية في شهر رمضان وليلة مهمة جدا كلنا منستنيها في شهر رمضان وهي ليلة القدر ليلة القدر المتعارف عليها او اللي دايما بيتقلن عليها ان هي دايما بتكون ليلة من الليالي الوترية الفردية بعد يوم 20 طيب ليلة القدر حكايات ليلة القدر هي من الليالي استحرة المليئة بالروحانيات كل اللي بيسمع حكايات ليلة القدر بينباهر بيها وبينباهر بحكايات العجائز ويا سعده يا هناء اللي بيدرك ليلة القدر او بيقدر يقيم ليلة القدر اللي بيدرك ليلة القدر دا كأنه ضمن الدنيا وما فيها ليلة الأدر اللي ربنا بيوفقه ويقيم الليل في ليلة الأدر بتساوي أكتر من 80 سنة عبادة عشان كده بنلاقي دايما أن الناس الغلابة بيستنوا ليلة الأدر في فارغ الصبر علشان تكون استجابة لطلباتهم ودعائهم في الدنيا وكمان ضمان لدخولهم الجنة في الآخرة ليلة الأدر الليل عظيمة جدا لكن في اختلاف بين وصف الله عز وجل في كتابه ليلة الأدر وبين التصور الشعبي هنبدأ الأول بوصف الله عز وجل في كتابه العزيز ليلة الأدر ليلة الأدر ربنا وصفها أن هي الليلة اللي أنزل فيها القرآن وإنها من الليالي اللي بتعبر عن ذكرى نزول القرآن وفي آيتين كانوا اتذكر فيهم موضوع تنزيل القرآن وليلة الأدر أول آية بصورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الآية التانية كانت في صورة الدخان تلاتة وأربعة بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة مبارقة وإن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم دي الآية التانية اللي اتذكر فيها ليلة الأدر في القرآن ليلة الأدر تصور الشعبي ليها أنهم بيعتبروها ليلة بيتجل الله فيها عز وجل لعباده وليلة الأدر دايما بيصاحبها علامات خارقة للعادة ووصف الناس ليها كتير قوي وقصص وحكايات عن ليلة الأدر زي مثلا إن كل حاجة في الدنيا حتى الشجر بيبقى في حالة سجود في ليلة الأدر زي النور اللي بيشاع من السماء في ليلة الأدر زي مثلا عدم سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمير كل دي علامات بتقدر تحكي عنها إن هي بتحصل في ليلة الأدر أو علامات بتقول إن الليلة الوترية دي هي ليلة الأدر وده معناه إن التصور الشعبي هو إدراك أو تصور غيبي أكتر من إنه وقعي لأن دايما الغيب لأن دايما الغيب بيكون فيه راحة نفسية زي المخدر وكأنه سوء مجاني للحصول على الحسنات طوال السنة هنحصدها في شهر واحد أو في ليلة واحدة وده بيبقى عن طريق التفرغ للعبادة في العشرة الأواخر لشهر لمدان وده طبعا فيه خطر كبير قوي على الإسلام على مر العصور وهنا بقى فيه نقطة مهمة جدا إنه لما تسأل الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود عن ليلة الأدر قال إن العام كله ليلة القدر ومن أقام الحول أدركها وإن ما فيش تعيين معين لليلة الأدر في ليلة معينة ولكن طبعا العقول الأسطورية رفضة إن هي تصدق غير اللي يرضيها هي وبس وقال إن في الليلة دي تصبح الشمس ليها شعاع مثل الطاست حتى ترتفع يعني لغاية ما الشمس تروح طب هنا بقى إحنا هنبقى عندنا تساؤلات كتير قوي يعني لو ليلة الأدر في بلد اختلاف توقيتها عن مصر في بلد بقت 27 يبقى في بلد تانية هتبقى 26 لأن طبعا مع العلم وتقدم العلم اكتشفنا إن الليل في بلد بيختلف عن الليل في بلد تانية وكمان فرق التوقيت بيننا وبين البلد بيخلي الليل نهار ونهار ليل فمعنى كده إن إحنا هنقدر نتنبأ بلد تانية لما يجي لها ليلة الأدر هتقدر تقول لنا معادها فإحنا هنقدر إن إحنا نستعد بيها وطبعا كل التفكير ده أربك الفكر العربي والإسلامي وخصوصا مع قبول الفكر الإسلامي بتعدد المطالع وحيدنا إحنا هنبقى جوه سؤال أو عشان كده الشيوخ حديثا قالوا إن الليلة الأدر هي ليلة وترية توافق يا إما ليلة 21, 23, 27, 29 من شهر رمضان فعشان كده أوجب علينا قيام الليل والدعاء في الليالي الوترية تحسبا لأن تكون ليلة من الليالي دي هي ليلة الأدر واللي بيدركها زي ما قلنا ضمن الأخرة وكمان حصل على رضا ربنا عز وجل وإن هي بـ 80 سنة عبادة قلنا بقى في بلدك فرق التوقيت ممكن يخلي ليلة الأدر يوم بناء على تصوركم الشعبي مش بناء على فكر ليلة الأدر في كتاب الله عز وجل ما تنسوش اللايك والشير وهستناكم الحلقة الجاية من حلقات إياحة ولو حابين نتكلم عن أي حاجة من التراس الرمضاني اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هتكلم عنها استنوني إياحة اشتركوا في القناة